كما كل اخر سيزان اول سيزان ليشاعات وكلامات تقصر على برشم لعبية في الفيديو متعاليون باش نحاول ان احكي لكم على الصفقات ينجموا يصيروا في المركات الجي لكن قبلها اهم حاجة واول حاجة اللي تعملها فارجعك اللايك باطن وما غير ما تلس انك تفعل درس التنبيهات باش كل الفيديو جدا نعباتها تجيك ديريك نوتيفيكاسيون وهاكونوا واضحين منتوى الصفقات اللي باش نحكي عليهم كما ينجموا يصيروا كما ينجموا ما يصيروش نظران اللي المركاتو تتصور منه كل شي نبدأوا باللاعب نصير باطبوت اللي يحاصل فوت مركاتون مهاجم هذا عنده اهتمامات من بوريس الدورتموند هامبورغ بولسبورغ وكوني وكيف كيف تطبع فيه جماعية اخرى من سويسرا ولي هي ستاد لوزين اللي تلع في الدرجة الثانية والجماعية اللي سميتم اكتر جماعية مهتمة باللاعب حاصل تنصر ماركت هي هامبورغ لكن ما يهم يشون بالشمش والعمبش يكور اللي يهم في هذا الكل انه يكور السينيور مع الجماعية اللي يماشي لها نذكروا انه صار باطبوت يلعب في الشبان نادي زماكس السويسري ملاعب اخر اكثر الكلام عليه لايمات الاخرى وبورجولاي وقايد بشوخرش ملكونيا الكلام هذا موش كنا نقول والناس كل تقول فيه وحسب تنصر ماركت اللاعب اللي سسخيري عنده تمامات من نادي تشلسي اليون اشبيلي واطلانتا واكثر دو جماعيتي تعملوا فيه بالبيه هما اليون واطلانتا اليون شوا بيه ناجي ملقى روحوا غادي لكن من ناحية اخرى اشبيلي واطلانتا حاليا قاعدين يلوطف في مليون ديفونسي وعادي جدا في مركات الصيفي بينت الاربع الجماعية اللي سميتهم تلقاها في واحدة منهم عمال كالنيش سوف اختاره في احسن تشكيله وقاعد يكور في السينيورة الجامعيته وجوه بماتش مبعد ماتش قاعد يوره في المكانيات الكبيرة اللي عنده حسب ما تحكيه في اميسيون فيه في محاصب ما تحكيه مع بوه اللاعب شهاب العبيدي على الارجح انه بشينتقال نادي سبورتينج ليشبونة لكن ناخده من ناحية اخرى كلام اخر اللي عنده اهتمامات من جماعية اخرى في بورتيغال كما بين فيكو بجرماريش كيف سمعنا اللي متلخل فيما اهتمام من اندي تونسية ونذكروا بحكاية اللي حاليا ان اللاعب هذا شهاب العبيدي عنده مشاكل كبيرة مع جماعيته نادي الافريقي اني نظرا ان خرج من تونس ومشي البرتيغال ما غير ما ياخذ الموافقة على ادارة الافريقي وشواطة سبورتينج ليشبونة بيه على الاخر نظرا ان الجامعية هذي قاعد تعطي في كل موسم فرصة للشبينة متاحة ملاعبي هذا فما شكون يعرف هما ليه محمد زكي العمدوني تحكي عليه برشة اللي متلخرة في الصحافة السويسرية وحسب ليك الصحافة السويسرية تقول ملاعبي عنده اهتمامات كبيرة من برشة جامعية في سويسرا نظرا ان الموسم الكبير يقاعد يعمل فيما جامعة صاد لوزين فالدرجة الثانية سويسرية 28 ماتش 9.8 و 4.6 نذكروا اللعباتي رعا في بوست صنع العاب ولا إلي غوش من امريكاتو اللي فاتو نطع في كلامات على اللعباتي كل مرة واحدة يحكي لك موضوع اللي يقول لك سيبون وصار تنصير متاعه اللي يقول لك ساييه اعطاه لي الاتفاق متاعه للجامعية هذي لكن ينأكده لك حاليا ما فما شيء اوفيسيال اما اللي يقول لك برشا كليم على اللعباتيه في الصحيفة الإيطالية وحاسم ما تقول لك اللعب موضوع طالبي سيبون صار تنفق متاعه بنتو وهو وبني بنتو على انتقاله في مركاتو الصيفي ومن ذاكرة اللي كنترها موضوع طالبي مع جامعيتو يوفيسيال اكتر حاجة اتمنىوها اللي جامعيتو تبقى في السرياء من ناحية اخرى وانو يكاور مع جامعيتو ومن تركي نمشي اليونان بحكم مش قاعد يكاور برشا السيزان هذي مع وولان بياكوس ومش ماخد فرصته كما يلزم مع وولان بياكوس خليت برشا ميديا فرماني تحكي برشا علم لعباتيه حاسم ما تحكي عليه اللاعب محمد دراجر بش يرجع مع جامعية تكاور فيها اقبل وليها بادربون كيف عنده اهتمامات من جامعيتو اخرين في الدرجة لولو ودرجة ثانية للمانية وعلى الارجح بش يرجع للجامعية هذي وبرجو لي اذاك اللي لازم يسير مدامك مش قاور في وولان بياكوس اخرج موكش ماخد فرصك في وولان بياكوس لازم تخرج لازم ترقى جامعية اخرى الممفيد تعطيك حقك تكاور تلعب اكثر دقائق باش هذيك يجي في فايدة تالي كيف ناسي نعرف وكاخر صفقة هي صفقة اللاعب باسم السرارفي اللي حاسب الصحافي اسلام مد من اكسرس الفيم يقول ملاعبي عنده اهتمامات كبيرة ممتها راجو من انديا في قطر من الاخر كان في نيس اخذي فرصته لاني بشي الترشق واني بشي كور واني بشي يخرج من نيس واني بشي جامعية ماخير ما عرفش كيفش يصغل فرصة ذيكة وتبقى مشكولة اللعبة ده بيناتو بينات روحو حد اخر كان يخام اكثر ويركس اكثر مع الكورة يناجي يعمل حاجات ماخير يناجي من الترشق يناجي يمشي جامعية ماخير راو انتقاله زلت برقام مسيح اتكوره فردرجانه الى بلجيك وقعد يكوروا جو بيه لكن خطوة التالية من نيس زلت بيرغام خطوة التالية شوفوا عطال يمشي معهم فرد وقت مشي جواليتي امشيو نيس معهم فرد وقت شوفو من يكوره توا وشوف باسيمة ستلاعرفي وين كورتاو شوفو الان تم Constantin باسيمة ستلاعرفي شوفو اداة باسيمة ستلاعرفي مع زلت بيرغام اخسر بالأسف الكيب ناسيونال قيمته التصفيقية تطاحت خير من اعمالها مقبل. طيب عليك ان اقول لك بسلامة ما غير ما تنسى ان اكتبعنا الانستغرام كيف كيف ما غير ما تنسى ان اكتبعنا الاباز ومالتقنا في فيديو الجاية. في الامان. اشتركوا في القناة